السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في صباح الكرة صباح الخير صباح غني جدا بالاخبار والاسرار والمفاجآت اولها من ابو ظبي بيقول ان الاهل فوادي والزمالك فوادي بعيد جدا 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 اتحاد الرياضة في ابو ظبي اللي هو منظم مباراة كاس السوبر المصرية بين الاهل والزمالك في ابو ظبي يوم 20 فبراير بيوجه نداء لجمهور الزمالك عشان يروح يشتري تذاكر مباراة السوبة لان جمهور الاهل اشترك كل التذاكر المخصصة ليه بنسبة 100% بينما تذاكر جمهور الزمالك لحد الوقت تلتها بس اللي اتباعه اقل شوية من التلت ولسه التلتين في الاسواق عايزين يتباعه وابو ظبي يخايفين ان جمهور الاهل يشتري التلتين بتاع جمهور الزمالك والموضوع يصيح على بعض الاهل وثلت اندية حضروا قرعة بطولة افريقيا كلكم شفتم والاهل حيلعب مع سانداونز وزمالك حيلعب مع الترجي التونسي والمصر حيلعب مع نهضة بركان المغربي وبراميز حيلعب مع زناكو الزمبي لكن كل فريق عرف المنافس بتاعه لكن محدش حدد موعد مباراته في ملعبه الا الاهلي ملك النظام في مصر الاهلي حدد يوم 29 فبراير ساعة 9 بالليل في القاهرة علشان يواجه سانداونز الجنوب افريقي وان شاء الله محمود الخطيب رئيس النادي واسطورة الكرة ينجح مع مسؤولي الامن ومع وزارة الرياضة ومع اتحاد الكرة ان المباراته قام في استاد القاهرة العظيم بحضور اكتر من خمسين الف متفرج ان شاء الله ان شاء الله لان كلنا عارفين ان سانداونز فريق خطير جدا وهو اللي طلع النادي الاهلي من البطولة الافريقية الاخيرة الاهلي محتاج جمهوره جدا 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 بالمناسبة سانداونز فازم بارح على سوبر سبورت في كأس افريقيا لكن خسر في كأس جنوب افريقيا لكن خسر احسن لاعب عنده مولينا اسرع واحسن لاعب في سانداونز واصيب اصابة كبيرة وخرج من الملعب وهو بيزوك وحيغيب لفترة ما تقلش عن شهر وبالتالي مش هيلعب امام النادي الاهلي رايح ويجاي بهو الناسبة بطولة افريقيا الفضايح بتاعة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف زادت جدا والاتحاد الدولي الفيفا كشف انبرح فضايح راهيبة وكشف سرقة 24 مليون دولار من الاتحاد الافريقي ملهاش مستندات واصابع الاتهام رايح الاربعة كبار اوي هم احمد احمد رئيس الاتحاد والمصري هاني ابو ريدا والمغربي فوزي لكج والكونغولي كونستانت اوماري اسرار كتيرة جدا فضاح الفيفا حوالين رشوة خدها احمد احمد قبل مباراتين الاهلي والودادي المغربي في نهاي دوري ابطال افريقيا 2017 وكانت النتيجة ان احمد احمد عين الحكمين الملاكي تسمى الاسيوبي وبكاري جاسامة الجنبي عشان يديروا الماتشين في القاهرة وفي كازابلانكا وفعلا الوداة تكسب المباراة الاهلي مستني التحقيقات الفيفا ومستندات الفيفا عشان يروح للمحكمة الرياضية يطالب بحقه في المباراة بعد ثبوت الرشوة محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيز ومع النجم كريم ندفت بيبحثوا مستقبل كريم ندفت بعد ما اصبته يعيني تجددت تاني ومش هيقدر يرجع للملعب قبل ست شهور تانية بينما عمر جمال المعار من الاهلي الى طلاع الجيش هيكون جاهز يلعب ضد النادي الاهلي بكرة في مباراة الدوري العام لان عقد اعارته لم يشمل بند عدم اللعب ضد الاهلي بينما عمار حمدي المعار مؤخرا عقده بيشمل عدم اللعب ضد الاهلي صالح جمعة للنادي الاهلي ما سوقوش في شهر يناير واصبح ملتزم يبقى مع النادي الاهلي لغاية نهاية الموسم لأ فنلندا في نادي فنلندي مقدم عرض للنادي الاهلي فنلندا زي ما فاكرين انتو عبدالله السعيد رح لها في اي وقت ممكن صالح جمعة يروح لها في اي وقت والمشكلة تنتهي لان فيلر اكد انه مش هلعبه معه لقاية اخر السنة صالح محسن المعار للنادي الاهلي الى سموحة سجل اول هدف ليه بقاميس سموحة في امبارح بهدف جميل في فريق اف سي مصر سجله الحياة بطريقة جميلة جدا جدا وكسب حمادة صدقي مدرب سموحة اول ماتش ليه من ساعة مرح في الدوري ايضا اسوان عمل مفاجأة ضخمة جدا وكسب للتحاد في اسكندرية واحد صفر وده تالت فوز لاسوان على التوالي بينما ملوك التعادل مصر المقصة والانتاج الحربية عادله برضو واحد واحد في الدوري نهاردة الاسماعيلي والزمالك في الاسماعيلية مباراة سهلة للزمالك سهلة للزمالك لان محمود عشور هو الحكم بتاع المباراة سهلة للزمالك لان الزمالك كسب لاسماعيلي مرتين السنة اللي فاتت رايح جاي والمباراة اللي هتبدأ الساعة سبعة ونص هيغيب عنها شيكابالا وحزم امام ومحمد عبد الشافي ومحمود الوينش بينما هيرجع فرجاني ساسي التونسي ومصطفى محمد لفريق الزمالك الاسماعيلي عنده تلاتة لعيبة اه اجانب بيعتمد عليهم اعتماد كله همام طارق العراقي وفخر الدين بن يوسف التونسي والنجم والهداف الاوغاندي الجديد المنضم ليه كادو اللي ملعبلوش اي ماتش ساعة سبعة ونص الاسماعيلي والزمالك ساعة خمسة حرس الحدود والجونة في اسكندرية في الدولة بمناسبة كاس مصري لكرة القدم خلاص اتحاد الكرة حدد موعيد كل المباراة الا مباراة الاهلي والزمالك عشان مشغولين جدا اهم مباراتين في الادوار اللي جاية في كأس مصر المقاولون حيلعب المصري في السويس يوم ساعتاشر فبراير والاسماعيلي حيلعب برامتز في اسكندرية يوم واحد وعشرين فبراير برامتز قلب الدنيا في الوقت الاخير بعد ما خسر من الاهلي اتنين واحد برامتز بيهاجم اتحاد الكرة بكل عنف قبل ما اتحاد الكرة يوقع عليه عقوبات كتيرة جدا بعد الشغب الرهيب اللي عمله الفريق في مباراة الاهلي برامتز مقدم احتجاج ضد الحاكم الدولي ابراهيم نور الدين وبيوصفه انه حاكم الازمات وبيطالب بابعاد ابراهيم نور الدين تماما عن مباراة برامتز الحقيقة انا مع برامتز في ابعاد ابراهيم نور الدين عن مباراة برامتز وعن مباراة الاهلي وعن مباراة زمالك وعن اي مباريات لان هذا الحكم لا يصلح على الاطلاق. المهم بيرمت في احتجاجه بيقول انه ان الحكم حسب راكلة مرمى وان الاهلي عملها راكلة ركنية. وان راكلة ركنية اتنفزت وهو بيتكلم مع اللاعبين ومع حارس المرمى. وان كان فيه كورتين في الملع. الحقيقة الهدف راكلة ركنية صحيحة مية في المية وكلام ده موجود. وهم ما قالوش ان الهدف من راكلة ركنية خطيئة. لان هم عارفين من راكلة ركنية صحيحة. وبيقولوا ان نور الدين كان بيتكلم مع حارس المرمى كان مع الكورة الاضافية. وكان وابعتها وكان بعيد جدا جدا على الحكم ابراهيم نور وما تكلمش معها خالص. وان لعيبة بيرمت زراحة تتكلم مع الحكم ده ما يوقفش استقناف اللعب. وإلا كان كل ماتش يوقف لابو اللعبة راح تتكلم مع حكم. وكان لعيبة تتلمى مع الحكم عشان تعطى اللعب. الكلام ده بيدل على ان هما ما يعرفوش حاجة في القانون وما يعرفوش حاجة في اللواحة. هجوم بيرامتز كله رايح لنقطة واحدة بس. العقوبات اللي حتيجي على بعد الشخب الكبير وبعد الطرد وبعد الانزالة. لف ودوران كله هدف انه ما يبقاش في عقوبات لعبة مفضوحة جدا. المهم بيرامتز في اخر احتجاج وطالب حكام اجانب ومتبسك بحكام اجانب في ماتشات الاهلي والزمالك وانا معاه مية في المية. لازم حكام اجانب لماتشات الاهلي وبرامتز والزمالك وبرامتز. انما الحقيقة الضلال بقى في بيرامتز. ان بيرامتز ينسي انه كسب الاهلي اربع مرات وربع بحكامه بضلال. يعني انتو كاذبين الاهلي لسه في كاس مصري الاخير واحد صفر والحكم ما حسبش تلاتة بينها التي اهلي اعترف بيهم. الحقيقة الضلال اصبح هو السيد في الكرة المصرية. ازمة المختل رئيس نادي الزمالك مع كريم ابن حسن شحاتة المزيع في قناة الزمالك اكد حاجة مهمة جدا جدا جدا. ان هذه القناة بيملكها ويدرها شركة المصريين اللي هي الشركة اللي بتدير دي ام سي قنوات دي ام سي. وان الشركة عطت القناة دي لنادي الزمالك. وان قناة نادي زمالك تابعة للدولة وليس تابعة لنادي الزمالك. والدليل ان كريم حسن شحاتة طلع واعلن في قناة صدى البلد انه متعاقد مع شركة المصريين مش مع نادي الزمالك وان شركة المصريين طلبته باستمرار برنامجه في قناة الزمالك علشان محدش بعد كده يقول الدولة والزمالك لا الدولة هي الزمالك والزمالك هو الدولة ودي شركة دي امسي شركة المصريين هي اللي عاملة قناة الزمالك بينما النادي الاهلي عامل قناته على حسابه وبفلوسه وبعرق جبينه المهم بعد ما شركة المصريين اعلنت كده راح المختلف طلع قرار مجلس ادارة في نادي الزمالك باقالة كريم حسن شحاتة وتوجيه الشكر لي وايقاف برنامجو متعد كرة القدم العالمية مبارح وسط لدرجة خيالية في الدولي الايطالي كريستيان رونالدو جاب جول في فريق فيرونا في وسط الشوط التاني ده الجول ده عاشر ماتش على توالي كريستيان رونالدو يجيب جول في الدولي مع يوفينتوس ما شاء الله كده بقى هو تاني اكتر لعب في تاريخ الكرة الايطالية بيجيب جول في ماتشات متتالية الرقم الاولاني لجابرييل باتستوتا الارجنتيني مع فيورنتينا سنة اربعة وتسعين جاب في احداشر ماتش متتالي يعني رونالدو فاضله ماتش واحد ويعادل باتستوتا وفاضله ماتشين وينفرد بالرقم القياسي انما افرح رونالدو ما كاملتش لان فيرونا جاب جونين في الاخر وهزم يوفينتوس اتنين واحد في المفاجأة كبيرة جدا 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 وفتح الباب لانتر ميلان يرجع تاني يتنافس على الصدرة بمنتهى منتهى القوة في البرتغال مفاجأة تانية والقمة اشتعلت جدا جدا زي اما قمة ايطاليا اشتعلت قمة برتغال اشتعلت وبرتو فاز في ملعبه على بينفيكا تلاتة اتنين وقرب الفارق من سبع نقط لاربع نقطة في المانيا دورتوموند خسر برا ملعبه مبار لفاركوزين في مبارة رهيبة سبع جوال سبع جوال هالند النرويجي ما جابش منهم ولا جول هالند اللي جايب سبع جول في اول تلات ماتشات مع دورتوموند ورغم انه كان احتياطي في ماتشين فيهم ما جابش ولا جوله عشان كده فرقته خسرت ورغم انه دورتوموند تتقدم اتنين واحد وتقدم تلاتة اتنين اخر عشر داي سقط وكده دورتوموند بيبعد كتير كتير عن صدارة البوندزليجا في اسبانيا متعة ختافي معدية تعرفين الاول برشلونة والتاني برشلونة والتالت ختافي ناس تقول فين ختافي داي قلهم ده في مدينة مدريد كسب مين بقى؟ كسب فالينسيا وكسب فالينسيا كان ثلاثة صفر فالينسيا ليه لسه كاسبان برشلونة في الدورتين صفر واللي هو بطل كاس اسبانيا اللي فات ختافي كسبه 3 صفر ومؤكد انه يستاهل بجدارة المركز التالت بتاعه الحقيقة النهاردة ما يشفو تكوش عدد من الماتشات المهمة جدا طبعا على رأسها الساعة 7 ونص الاسماعيلي والزمالك لكن عندنا الساعة 3 مباراة مهمة في الاليجا في الاسباني ريال سوسيداد واثليتك بالباو يقول لي مين ريال سوسيداد واثليتك بالباو اقول له ريال سوسيداد هو اللي سمطلع ريال مدريد في الكاس واثليتك بالباو هو اللي لسه بطلع برشلونة في الكاس يعني دول اللي مطلعين ريال مدريد وبرشلونة من الكاس الاسبوع ده فالساعة 3 ما تشوهم الساعة 5 ريال مدريد المجروح رايح لأوساسونا في ملعب أوساسونا نروح الساعة 6 ونص لماتش مانشستر سيتي ووستهامي يونايتد في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر في البرامير ليج الساعة 7 مساء قمة البوندز ليجا بايرن ميونيخ الاول ولايبزيج التاني بيلعبوا في الدوري مباراة في منتهى القوة عشرة لربع درب الغضب ده ايه درب الغضب ده درب الغضب هو درب مدينة ميلانو بين الناديين الكبيرين انتر ميلان اللي الفوزي طلعوا اول مع يوفنتوس وبين داروا ميلان نادي ميلان اللي هو الاحمر والاسود ونادي انتر اللي هو الازرق والاسود كانوا نادي واحد لغاية بداية القرن الماضي وانفصلوا وليهم ملعب واحد اللي هو الجيوسيب بيادزا اللي هتعمل عليه ماتش النهار الساعة عشرة الساعة التسعة كمان فيه ماتش يهم النادي الاسماعيلي لان ملودية الجزائر بيلعب في كازابلانكا مع الرجاء البيضاوي في ربع نهاية كأس العرب والكازبان حيلاعب الاسماعيلي اخر حاجة الساعة عشرة مساءا عندكم فرصة ياما تروحوا لقمة الدوري الفرنسي بين باريس سانجرمان و اوليمبيك اليوم باريس سانجرمان هو اللي مسيطر على الأقل اشتركوا في القناة